اكرام الضيف من مكارم الأخلاق الشاف جوزيف اليوم حيعلمنا على وصفاتي جديدة لنزين فيها صفرتنا ونكرم ديوفنا بأحسن وأشهى طريقة ممكنة هاي شيف هاي ملك كيفك اليوم مش كغالك شو حلقتنا لليوم يا شيف مرسبة خاصة اللي عطم بتصير بالبيوت بيصير في عزيم أعياد أي مناسبة معينة بيصير في واجبيت الحب الطولات بشكل حلو أنا شايفي قرش اليوم شايدة؟ قرش شايدة سمك التونة ننرش متطلع كلها مش كيلو هاي دي هاي سمك التونة فراش أكيد من أنوعة التونة لأنوعة التونة في كتير أشياء البكور والأشياء تاني بس البلو فن يالو فن البكور هو بتعتبر أوضع نوع يعني اللي بيعملو العلب للتنك هادي من أنوعة التونة بيجي لامة أحمر من جوه أكيد فيها شوية ذهن بس ما فيها ذهن كفاية سوف نتبه على طبخة كتير منيح هنعمل معها صلصة حمرة حررة وصلصة بطحينة جنبون حاطة نهو الطرف بتروح على البيوت بتلاقي عنديك سجرات صمك بالنص مصبوك محطوط علي المكسرات والصوصات فهنعمل واحدة منهم هلا اللي حنعوز هو بصل تون شوية حر هنعمل صوص طحينة لحال وصوص أحمر لحال هنبلش أول شي بصوص لحمر هناخد بصل في كتير طرق للصمك الحر يا شاف اي راحت بتعرفي انت بازلا بعرف اللي بالكسبرة مع الطحينة كله هيدا اللي حنعملها هلا طاجر مع كسبرة هي صوصة طحينة ممكن انت طريقة تطبيق غير هيا ممكن هلا منشوف احنا عم نعمل تعطينا ملاحظاتي اشوف انت كيبت عمليها اوكي طيب ليه خطرت هيدا السمكة جمالا مسلا في المطبخ اللبناني بيستخدموا شه هي السمكة بيستخدموا انا بتسأله لصيق مسلا البيا شوفي عندك سمكة منيحة للصمك الحاجة بيستعملوا بيستعملوا سيباس بيستعملوا جربيدة اي اناها سمكة اليوم هاوظمت تونة هلا طازة هيكة وحلوة حبتت العم انت علمتني كيف احشوف شوفت كيف طازة علمتني كيف اعرفها اذا طازة وما في ريحة سمكة همشي قريفة الدخط عليها همشي ان ما في ريحة سمكة ما في ريحة سمكة يعني مزبوطة في رقلي طازة طون شوى خشين هاتول بتشوف العزايم مثلا بالبيوت في السمكة على هالطاولة شكله حلو شكله حلو كثير مزييني هنستعمل فلايفلي خادرة